صباح الخير سنتحدث اليوم عن معاية المختلفة للأضافر في الأحلام أولا قص الأضافر في الأحلام يرمز قص الأضافر في الأحلام إلى انتهاء أوقات الحزن والاستعداد لأوقات الفراح والمرح وهناك معنى آخر لقص الأضافر فهو يرمز للتبني لشخص من قبل عائلة أو حتى الزواج إذا كانت إمرأة كما أنه يرمز لرضى الخالق عن هذا الشخص وعودته إلى حضن الخالق بعد أن كان غارقاً بالمعاصي أن نرى أضافرنا بالحلم تطول بشكل كبير حتى تصبح مثل مخالب الطيور تعني أننا نعيش في المعاصي ونرفض أن نتوب عنها وأن علينا أن ننزل عن كرسي كبريائنا ونتواضع أمام الخالق ونتوب أما رؤية بلونيلز أو إذا رأينا إزرقاق في لون الإظفر في الحلم فهو دليل أن هذا الشخص غير قادر على حب الآخرين ومسامحتهم وبالأخص الأشخاص الذين يسيئون إليه أما رؤية دابل فينكر نيز أو رؤية آخر إظفر في القدم أي إظفر الخنصر مقسوم بالنصف إلى إظفرين دليل أن هذا الشخص يتصرف مع الناس بطريقة همجية وعليه أن يتصرف بطريقة راقية كالملوك رؤية أظفر يضغط ثم يترك ويأخذ وقتا طويلا ليعود إلى اللون الأحمر في الحلم دليل أن هذا الشخص مجهد نفسيا وجسديا وروحيا وعليه أن يأخذ قسطا من الراحة ويقضي الوقت في محضر الخالق ليجدد نشاطه أما رؤية اللون الأحمر يعود بسرعة فهو دليل أن هذا الشخص جاهز ليتقدم للأمام ويتمم المشيئة التي خلقه الله لأجلها رؤية بيوز لاين أو رؤية خطوط متموجة على اظفر في الحلم دليل أن هذا الشخص يتأرجع في حياته بين محبة الله وعمل الصالح طارة وعمل المعاصي طارة أخرى وعليه أن يبحث عن الثبات ويأخذ قرارات واضحة في حياته أما رؤية البتنغ أو رؤية حفر صغيرة في أظافر الشخص في الحلم دليل أن هذا الشخص يأخذ حمايته وأمانته في الحياة من المصادر الخاطئة فمثلا يعتمد على قريب له في مركز مهم أو صديق له ولذلك فهو يتأرجع في الحياة ويكون ضعيف طارة وقوي طارة أخرى وعليه أن ينجأ لله لكي يحميه وليس للبشر رؤية أظافر صفراء في الحلم دليل أن في حياة هذا الشخص الكثير من الأشخاص المتطفلين الذين يستنزفونه ويستنزفون وقته وأمواله ويؤذونه وعليه أن يتخلصان منهم رؤية أظافر باللون البني الغامق في الحلم دليل أن هذا الشخص لديه إدمان قاتل في حياته على السجائر أو المشروب أو المخدرات إلى آخره وعليه التوقف عنه فورا لأنه قد يؤذيه ويؤذيه بحياته أما رؤية الكلبينج أي رؤية أصابع اليد متضخمة والأظافر ملتفة حولها بشكل منحني في الحلم يدل أن هذا الشخص لديه أمور مخفية عن الآخرين تؤذيه وتحنيه وتجعله يشعر بأنه شخص أقل من باقيه الناس وقد تكون هذه معاصي يخفيها عن الناس وقد تكون شعورا بأنه أقل من الآخرين وهنا عليه أن يدعي الله أن ينقي قلبه ويطلقه حرا من هذه المعاصي أما رؤية السبونينج أو رؤية الأظافر في الحلم على شكل ملعقة دليل أن هذا الشخص لن يستطيع تحمل نتائج معاصيه وإذا لم يتوب سوف يتأذى منها بصورة كبيرة فمثل إذا كان شخص يتناول نرقيل بشكل بكثرة ونهم وحلم بأظافره على شكل ملعقة فهو تحديد له أن يتوقف بسرعة قبل أن يصيبه سرطان في رئاته إلى آخره أما رؤية نيل سبريشن أي رؤية أظافر منفصلة معظمها عن لحمة الإظفر أسفله دليل أن هذا الشخص قد جرح من شخص مقرب منه وحدث شرخ في العلاقة أو أن علاقته بشخص ما ستصبح سيئة بسبب كلام قيل بينهم وهو كذب وعليه أن لا يقبل بذلك الكذب أو أن هذا الشخص يركز في أمور حياته كالشغل وينسى علاقات مهمة في حياته وبالتالي يخسر أشخاص عزيزين لأن أولوياته غير واضحة رؤية أظافر ينفصل تماما عن مكانه بالحلم فهو دليل أن علاقة ستنتهي بشكل كامل أما إذا خرج دم من انفصال الأظفر فهو دليل أن انتهاء العلاقة بشكل تام سيكون مؤلم للحادم وعليه أن يطلب من الله أن يعزي قلبه ويعينه رؤية أظافر تنمو من الوجه أو الشعر في الحلم معناه أن هذا الشخص يعاني في حياته وهو يريد الانتحار وقد مل الحياة ولكن الجواب والحل لكل مشاكله بسيط جدا وفي متناول اليد فقط إذا بحث عن المساعدة ووثقة بالله وبالناس وشكرا